يا مساء الخير عليكم برحب بكم في حلقة جديدة وصهرة جديدة من السجادة الحمرة طبعا معروف أي قلعة بيكون فيها حراس وجنود وكمان بيكون فيها فارس والفارس ده من إحدى مهامه الأولية إنه هو يحمي الألعة دي من أي هجوم وكمان ياخد باله من حراسه ويحميه ودايما يكون نفسيتهم مستقرة وعلشان إنه دي الأهلي أقوى قلعة رياضية في مصر فدايما فارسها يقز ومتأهب معنا النهاردة النموذج للانتماء للقلعة الحمراء ومثال للشطرة والاجتهاد والزكاء كمان معنا ومعاكم هنا على السجادة الحمرة أحد فرسان القلعة الحمراء الكابتن سيد عبد الحفيز